موسيقى السادسة في طرابلس وهذه نشرة مفصلة من لبيا لكل الأحرار والبداية بالعنويم عملية البنيان المرصوص تواصل الاستطلاع والمرقب فوق المنطقة الوسطى وتمشط منطقة 700 من الألغام وعدد من نازح سرط من منطقة الثلاثين إلى منطقة الغربيات يعودون إلى منازلهم لجنة أزمة الوقود والغاز في طرابلس تعد بانفراج الأزمة خلال يومين وتؤكد توفر البنزين والجيزل وسطوانات غاز الطهيوة تقول إنها تسعى إلى فتح محطات وقود على مدار الساعة لجنة الحوار السياسي تعقد جلسة تشاورية في تونس لمناقشة العرقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي ومجلس النواب يتغيب لعدم اختيار ممثليه الجدد في اللجنة أهلا بكم إلى التفاصيل قال المتحدث باسم غرفة الطوارئ الجوية تابعة لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو إن سلاح الجو الليبي ينفذ يوميا بين طلعتين وثلاث طلعات استطلاعية فوق المنطقة الوسطى لرسل تحركات الفلول الهاربة لما يعرف بتنظيم الدولة من هناك عضح جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عمليات الاستطلاع والمراقبة تشمل جنوب مدن سرط ومسراطة وزليتن وجرزة باعتبارها مناطق أوضية مضيفا أن ذلك يتم بتنسيق مع قوات البنيان المرصوص الموجودة على الأرض وأكد جنونو أنه لم ترصد أي تحركات لما يعرف بتنظيم الدولة في تلك المناطق بعد الضربة الأخيرة التي وجهها سلاح الدعم الدولي جنوب بوابة الخمسين والتي أدت إلى تدمير معسكري تدريب ومقتل أكثر من ثمانين عنصرا تابعا للتنظيم هناك قال عضو غرفة العمليات الميدانية الخاصة سرط الهادي دراه إن نازحي المدينة من منطقة الثلاثين إلى منطقة الغربية تعادوا إلى منازلهم وعضف دراه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السرايا الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط منطقة السبعمية من الألغام وبقايا المتفجرات قبل السماح للهالب العودة مشيرا إلى وجود ألغام وجوثة تحت الأنقاض تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في عدة مناطق أخرى عوض حضراه أن عمليات التمشيط تستغرغ وقتا نظرا لاستعمال سرايا الهندسة العسكرية معدات قديمة قائلا إنه تمت مخاطبة السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتوفير أجهزة حديثة إنسانيا أكد رئيس لجنة الأزمة سرط فوز الشكربي أن برنامج الغذاء العالمي يقوم بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطهر الزاوي الخيرية بتوزيع مساعدات غذائية على نزح مدينة سرط في مصراتة أضح الشكربي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه المساعدات تستهدف أكثر من ألفين عائلة نازحة في المدينة قائلا إن لجنة الأزمة تسير قوافل إنسانية بشكل أسبوعي إلى ضواحي سرط بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا وعشر الشكربي إلى أن الهلال الأحمر القطري قدم مؤخرا مستلزمات طبية وأدوية إلى المراكز الصحية في كل من الغربيات وبوزاهية وسواوة وبهادي وجارف أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس انتشال جثتين محترقتين نتيجة انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة التخطيط بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس يوم أمس السبت أكدت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر أن فريق الاستجابة قد انتشل الجثتين فور وقوع الحادثة وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي قد أكد لقناة ليبيا لكل الأحرار انفجار سيارة بالقرب من وزارة التخطيط نافيا أن يكون انفجارها أمام السفارة الإيطالية بحسب قوله هذا وقد قال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي أن السيارة التي انفجرت ليلة السبت في طرابلس كانت تحمل عبوة ناسفة وهي في طريقها إلى مقر وزارة التخطيط بالظهرة لكنها انفجرت أثناء اصطدامها بسيارة مواطن بالقرب من فندق قصر ليبيا أضف الثلثي في نشرة سابقة أن السيارة كان يستقلها ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم حرقا ولذى الثالث بالفرار في حين أصيب المواطن الذي اصطدم بهم في يده ونقل على إثرها إلى المستشفى بحسب قوله هذه السيارة تحمل عبوة ناسفة عبما يبدو واصطدمت بسيارة ثانية فالسيارة الثانية فيها مواطن رحقه الضرر وتم إسعافه وتم انتشال جثتين محضرقتين نتيجة هذا الانفجار بالسيارة نفسها وهناك شخص ثالث لذى بالفرار وفي ذات السياق نفى الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي أن يكون تفجير السيارة في طرابلس مستهدفا للسفارة الإيطالية أضح الثلثي أن سفارة تعمل يوم السبت مؤكدا أن التحقيقات جرية من قبل الجهات الأمنية لمعرفة تفاصيل الحادثة بحسب وصفه السيارة كانت تستهدف وزارة التخطيط والكل يعرف من هو مقيم في طرابلس أن مقر وزارة التخطيط لقرب من فندق قطر ليبيا بعد تقريبا 600 متر على السفارة الإيطالية وكذلك السفارة الإيطالية لا تعمل يوم الجمعة تصبح شبه مقفلة فأحنا يستبعد من هذه السفارة تبعدها وفي نفس مستهدفة وفي نفس موسيقى قال مركز السراية للإعلامين طائرة من دون طيار شنت ست غارات جوية يوم أمس السبت على منطقة جنفودة السكنية دون ذكر تفاصيل عن حجم الخسائر أضف المركز أن قوات عملية الكرام استهدفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون بشكل عشوائي قائلا أن العمارات الصينية تعرضت هي الأخرى إلى غارة جوية من قبل طائرة حربية من نوع ميغ وأشر المركز إلى أن سرية المدفعية التابعة لمجلس شورى ثور بنغازي استهدفت عدة تمركزات لقوات عملية الكرامة بقذائف الهاون في درنا أكد مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي درنا يحيى الأسطى قيام طائرة حربية من نوع ميغ تابعة لقوات عملية الكرامة باستهدف منطقة الحجاج غربية المدينة بغارات جوية دون تسجيل أي خسائر وأضف الأسطى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن غرفة عمليات عمر المختار تابعة لقوات عملية الكرامة فرضت حضر الصيد في المنطقة البحرية الممتدة من الحيل غربا إلى عين الغزالة شرقا موضحا أن هذا الإجراء زاد من معاناة المدينة التي ما تزال تعيش تحت وطأة الحصار المفروض عليها من قبل قوات عملية الكرامة بحسب قوله في شأن أخر بحث رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس حكومة الأزمة عبدالله الثنية يوم أمس في مدينة الجبة الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة إنهاء عمل محطة يوباري وسمنو لتجاوز مشكلة انقطاع الكهرباء في الجنوب جزئيا وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب فقد تقرر خلال اللقاء فتح فروع للشركات النفطية بالمنطقة الجنوبية إضافة إلى تخصيص 150 مليون دينار الليبي لتوفير الدواء لكافة المرافق الصحية وتوفير 65 مليون دينار لتوفير السلع التموينية لكافة المدن الليبية دون استثناء هذا وقد دعا رئيس مجلس النواب عقب الاجتماع نواب الجنوب للعدول عن تعليق عضويتهم ومتبعة الاستحقاقات الملقات على عاتق مجلس النواب خلال هذه الفترة المهمة قال رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في طرابلس ميلاد الهاجرسي إن أزمة الوقود ستشهد انفراجا خلال يومين مضيفا أن العمل جار على تزويد كافة محطات العاصمة بالديزل والبنزين أضح الهاجرسي أن نقلة الوقود أنوار الخليج موجودة في ميناء طرابلس البحري وهي محملة ب 31 مليون لتر من الوقود قائلا إنه سيتم افتتاح محطات وقود في طرابلس تعمل على مدار الساعة لتجاوز أزمة الازدحام وفيما يتعلق بغاز الطهي أكد الهاجرسي أنه تم توزيع 28 ألف استوانة من مستودعي الهاني وطريق المطار وتم اتخاذ إجراءات رادعة لموزعي الغاز بعد تفشي ظاهرة بيع الاستوانات بالجملة مشيرا إلى أنه تم تكليف جهاز المباحث العامة والكتيبة 302 أتابعة لرئاسة الأركان العامة لمتابعة الموزعين لدينا الآن نقلة وقود أنوار الخليج راسيا بمناء طرابلس البحري محملة بكمية من الوقود للبنزين 31 مليون لتر وجاري العمل الآن بتزويد كافة محطات الوقود بالعاصمة طرابلس نظر لتفشي ظاهرة بيع الاستوانات بالجملة من قبل موزعي الغاز تطلب الأمر وضع إجراءات رادعة لموزعي الغاز وذلك بتكليف جهاز المباحث العامة باب تجورة بمتابعة موزعي الغاز بمنطقة طرابلس كذلك كلفت كتيبة 302 تابع لرئاسة الأركان العامة لمتابعة موزعي الغاز لدينا تزودون من مستودع طرابلس النفطي في شأن أخر أفاد عضو لجنة الحوار السياسي توفيق شهيبي بانطلاق جلسة الحوار التشاورية اليوم بحضور جميع الأطراف في تونس معدى مجلس النواب وأرجع شهيبي في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر عدم حضور مجلس النواب في الجلسة إلى عدم اختياره لممثلين جدد عنه في الحوار موضحا أنه يتوقع أن يقوم بذلك يوم غد ونوه عضو لجنة الحوار السياسي الشهيبي إلى أن جلسة اليوم تعد تشاورية وليست رسمية كما أنها عقدت من دون حضور البعثة الأممية من جهته أكد عضو لجنة الحوار السياسي فتح باشاغا أن لجنة الحوار السياسي تعقد اجتماعا في مدينة الحمامات التونسية لبحث العرقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وإيجاد حلول لمعالجتها وضف باشاغا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللقاء التأم بطلب من لجنة الحوار السياسي ودون حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا وقد رأى الباحث الأكاديمي محمد إسماعيل في مدخلة سابقة أنه من المرجح أن يرتكز الاجتماع بين لجنة الحوار السياسي في تونس حول ما يشاع من تقسيمات جديدة في الاتفاق السياسي موضحا أن الحديث حاليا يتناول تشكيل مجلس رئاسي بنائبين ورئيس حكومة مستقلة الأخبار وما يشاع في العديد من الصفحات والمواقع والمصادر المختلفة أن هناك تشكيلة جديدة مجلس رئاسي لوحده وحكومة رئيسها يختلف عن المجلس الرئاسي وكذلك نقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس البرلماني ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة نحن ننتظر اليومين القادمين ربما ينجحون وربما يفشلون في هذا السياق قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور إيزيروف أن روسيا لم تجري أي محادثات بخصوص إنشاء قواعد عسكرية لها في ليبيا ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية عن إيزيروف قوله إن قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر لم يوقع أي اتفاق مع روسيا لإنشاء قواعد عسكرية في مدينتي طبرق وبنغازي خلال زيارته إلى حاملة الطائرات الروسية الإدميرال كوزينتوف في المتوسط كما ذكرت بعض وسائل العلام الإيطالية وأضف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أنه لا يتم معقد مثل هذه الاتفاقيات بهذه الطريقة ينظم المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية بتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي ندوة في الولايات المتحدة الأمريكية في السادس عشر من شهر فبراير القادم تحت عنوان العلاقات الليبية الأمريكية في 2017 رؤية جديدة وأمل وأولويات أضح المجلس أن هذه الندوة ستبحث فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المصرفية والأمن إضافة إلى استشرف مستقبل العلاقات الأمريكية الليبية مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية ومن المنتظر يحضر الندوة كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل ورئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان ومحافظ مصر في ليبيا المركزية علي الحبري والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر ومستشار السياسة الخارجية للحملة الانتخابية لدونالد ترامب وليد فارس وغيرهم من المشاركين في الندوة قالت صحيفة مالتا توداي أن الحكومة الملطية تبحث عقد اتفاق جديد مع ليبيا إضافة إلى الجزائر ومصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير نظامية ووقف تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية أضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الملطي جوزيف موسكات اقترح على البرلمان الأوروبية أن تدفع أوروبا إلى ليبيا مقابل وقف تدفق المهاجرين من شواطئها وأن تبحث إنشاء ممرات إنسانية آمنة تمكن طالبية لجوء من الوصول إلى أوروبا وأقر موسكات بصعوبة التوصل إلى اتفاق مع ليبيا مضيفا أن السبيل الوحيد لحل أزمة الهجرة هو العمل مع دول جنوب المتوسط رغم صعوبة الأوضاع فيها على حد تعبيره نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد قليل عدد من عيان وحكماء مدينة تاورغا يزورون مدينتهم بعد خمس سنوات ويؤكدون أنه لا توجد بها أضرار كبيرة أو ألغام تعيق عودة الأهالي موسيقى عملية البنيان المنصوص تواصل الاستطلاع والمراقبة فوق المنطقة الوسطى وتمشط منطقة السبعمية من الألغام وعدد من نزحي سرت من منطقة الثلاثين إلى منطقة الغربيات يعودون إلى منازلهم موسيقى لجنة أزمة الوقود والغاز في طرابلوس تعيد من فراج الأزمة خلال يومين وتؤكد توفر البنزين والديزل واصطوانات غاز الطهي وتقول إنها تسعى إلى فتح محطات وقود على مدار الساعة لجنة الحوار السياسي تعقد جلسة تشاورية في تونس لمناقشة العرقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي ومجلس النواب يتغيب لعدم اختيار ممثليه الجدد في اللجنة أهلا بكم من جديد عدت حركة التنقل والعبور من الجانبين الليبي وتونسي اليوم الأحد في معبر راسجدير الحدودي بعد أكثر من شهر على انقطاعها إلا من سيارات الإسعاف والحالات المرضية وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن عودة النشاط إلى معبر راسجدير هي التنفيذ للاتفاق التونسي الليبي الذي تم التوصل إليه منذ أسبوعين والقاضي بسئنة في حركة تنقل البضائع والمسافرين التي لم تتوقف بقرار رسمي من الطرفين وإنما على خلفية اعتصام مواطنين من الجانب التونسي في مدينة بنجردان الحدودية أفاد عضو مجلس حكماء وشورى تورغاء عبد النبي أبو عرابة بزيارة نحو عشرين شخصا من حكماء وعيان تورغاء مدينتهم للمرة الأولى منذ خمس سنوات وصفا إياها بالخطوة المشجعة وأوضح أبو عرابة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هدف الزيارة هو تقيم حال المدينة عن كثب وحصر الأضرار فيها موضحا أن الأضرار التي لحقت بتورغاء ليست بالكبيرة كما أنه لا توجد ألغام تعيق عودة أهالي المدينة إليها لاحقا أضف أبو عرابة أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع شباب من مدينتي مصراتة وتورغاء هذا وقد أكد عضو لجنة الحوار بين مصراتة وتورغاء عبد النبي أبو عرابة في مدخلة سابقة أن الزيارة التي قام بها وفد من عيان وحكماء تورغاء لمدينته جاءت كخطوة أولى لبناء الثقة لدى المواطن التورغي بأن مدينته ليس بها دمار كبير ما يمكنه من العودة إليها في وقت قريب من شأنها أن تسرع من عودة النازحين ومن شأنها كذلك أن تعطي إختار للحكومة بأن أهالي مصراتة وأهالي تورغاء جاهزين لتوقيع هذا الاتفاق ما عليهم إلا أن يرعوا هذا الاتفاق ويباذروا بإعادة إعمار هذه المدينة وإعادة بناها وإيصال الكهرباء إلى المدينة هذا مطلوب من الحكومة الموجودة الآن ما نعاني منه الآن نحن هو الانقسام السياسي الموجود في ليبيا هو الذي يعرق للعودة وهو الذي يعطل عودة النازحين لكن نفوس الناس الآن جاهزين سواء كان في مصراتة سواء كان في تورغاء جاهزية تامة لعودة الأهالي بحث المجلس البلدي مصراتة مع مديري المدارس التعليمية في المدينة المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية وكيفية تغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها أقل وكيل ديوان البلدية مفتاح الضام إنهم ناقشوا مع مديري المدارس كيفية الاستفادة من قرار المجلس البلدي القاضي بتخصيص 750 ألف دينار للمؤسسات التعليمية في المدينة لحل المقتنقات وتغطية النقائص التي تواجهها المدارس البالغ عددها 184 مدرسة خلال متابعة المجلس البلدي لعمل المؤسسات التعليمية وخلال الجولات التي قمنا بها داخل هذه المؤسسات والوقوف على الاحتياجات الضرورية في ضل غياب الميزانيات والدعم من الوزارات المختصة وهي وزارة التعليم تم دعوة لعقد اجتماع مع مدران مدارس عقدة بكلية التمريض تمت فيه مناقشة آليات الدعم هذه المؤسسات انطباعي حول الاجتماع كان الاجتماع جميل وممتاز يجد يخدم العملية التعليمية امنيته من المجلس البلدي ان تكرار مثل هذه الاجتماعات للوقوف على ما تعانيه المدارس قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم انه سيتم اللجوء الى تنفيذ برنامج طرح الاحمال بشكل مبرمج في المناطق الممتدة من البريغا الى الكفرة ومن الوحات واجدابيا الى جمينز ومن سلوك حتى الابيار اضفت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذه الخطوة ستضمن الحفاظ على الكميات المتاحة من الوقود في ظل نقص الامدادات القادمة من مستودع البريغا الطبرج الى محطتي الزويتين والسرير قال رئيس اتحاد العمال بميناء الزويتين النفطي مرع بريدان ان الناقلة الايطالية نيفرلاند غدرت الميناء الصباح اليوم بعد ان تم شحنها بما يزيد عن 229 الف برميل من المرط الخام اضف بريدان في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار ان الناقلة قد دخلت الميناء يوم السبت وهي الثانية التي تدخل الميناء خلال هذا الاسبوع اكد رئيس اتحاد العمال بميناء الزويتين النفطي ان الميناء قد اصبح يصدر النفط بمعدل ناقلتين او ثلاث اسبوعيا منذ بداية او منذ اعلان رفع حالة القوة القاهرة عنه في شهر سبتمبر الماضي رغم ما وصفه بقدم المعدات وعدم تحسين ظروف العمل في الميناء اقيمت اليوم في العاصمة طرابلس ندوة بعنوان السياسات والادوات المقترحة لمعالجة مشاكل الاقتصاد الليبي تحت اشراف ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء وقد وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار في بلد الخمس فرج البكوري الندوة بالبادرة الجيدة مضيفا ان الندوة كانت تهدف للتواصل مع خبراء الاقتصاد في ليبيا لتشخيص المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد وسبول علاجها نهاية طنشرة من ليبيا لكل الاحرار وهذه عودة لتذكيره بابرز العنوين عملية البنيان المرسوس توصل الاستطلاع والمراقبة فوق المنطقة الوسطى وتمشط منطقة السابع مية من الالغام معدد من نزح سرط من منطقة الثلاثين الى منطقة الغربيات يعودون الى منازلهم لجنة ازمة الوقود والغاز في طرفلس تعد بانفراج الازمة خلال يومين وتؤكد توفر البنزين والديزل وسط ونات غاز الطهي وتقول انها تسعى الى فتح محطات وقود على مدار ساعة لجنة الحوار السياسي تعقد جلسة تشورية في تونس لمناقشة العرقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي ومجلس النواب يتغيب لعدم اختيار مماثليه الجدد في اللجنة نهاية النشرة تفاصيل اوفى عن اخبارنا تفضلوا بزيارة ليبيا الاحرار تيفي عبر مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب اشكركم على طيب المتابعة والاصغار دمتم في امان الله